اشتركوا في القناة اصبك السهاد يا مولاي نعم فأي الثلاثة أنت يا مولاي أي ثلاثة يا شاردين الذين يصيبون القرق والأرق والسهاد فمن هم أولئك الجوان والبردان والعاشق الولهان فأيهم أنت العاشق الولهان أم أنا لا هذا ولا ذات لكني لكني رابعهم رابعهم جعلتهم أربع لا بأس فمن أنت يا رابعهم الغطبان غطبان غطبان من 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 ذلك الأمير وقصوته على حبيبتي كذل؟ حتى كاد يقتلها دون أن يتأكد من خيانتها كما فاعلت أنا معها كنت قاسيا عليها ماذا قلت؟ أريد أن أسمعها تسمعين ماذا؟ ذلك هو ما حرمك من النوم؟ لا عليك فلا فائدة من العتب واللوم وتأنيب الضمير دعيني من هذا وأخبريني عن ذلك الأمير الظالم الجبار بلغني أيها المذنب التائب أن الصبر على المصائب يجعلها تهون مهما تكون وأن الظالم إذا عاد إلى عقله وأفزعه سوء عمله يظل حائرا بين 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 ماذا وماذا؟ بين تبريد ظلمه وأسفه وندمه كما هو حال العاشق الولهان الظالم بغير دليل ولا برهان وما سوف نراه الآن أيها موني تعال عملي زنهار عشيئة كان بيروح رهض طرف غيابي أحلف لك أن الظنهار كان قدامي ليل ونهارك اقتلنا يا مولاي اقتلنا يا مولاي من غير طهمة لكن أحلف لك بربي أن العمر ما عادت معها وحدنا حدت وحنا لوحدنا ولا هو بتنحيط دارها بعد ما جوزتها يا مولاي وقدر قابتك ذاك وبدك روح وحياتها يا مولاي وغور في عالك وغور في عالك متهم وخايم ممشيش بريق ومصدقني من قلبك ممكن نمشي امشي امشي يا زنهار إذا كان شكك فيها قتلني تصدق برقتي يقول لي أنا لم صدقك ولا مكتبك روح لحالك وثموني في حالي أنا حمشة يا مولاي بس أبنا ممشي لازم أقولك كلمة واحدة بس بس كنت اتهمتها تبقى ظلمتها بس كنت قتلتها يا مولاي تبقى قتلت نفسك قتلتنا كلنا والسبب واحد معروف حكم القاوي الظالم على المظلوم الضعيف أسد دم حل على خدك هو اللي الجرح اللي على خده هو الصيادة العجوز اللي كشف سره سنهار مكار اقتله هو والعطار واقتلها أول ما تشوفها واقتل أختك اللي عارفة كل حاجة وهي السبب مالك يا حبيب أختك لان تخته ولا أنا أخوك هي السبب اقتلتني أو أنتي السبب ايه دي السبب انطفردي نت وكوسك إلي值 أماً Under有沒有 عم في السلطانة ورفضت أجاوض أختي دمينة أنا يا كاب أنا يا كاب وجاوضتوني من الصرورة.. يا يخويك أنا أصل وجمع استي الجريمة ما أعلzę عطّر المكار وسأتوني دوال نسيئاً عشان تصعب من أحلامك وتبعنا أحزانك وجدتوني السمك ألوان وبكرتوني بالقينة يا إخوية دي مريئة ويديمة ومسلومة ومتدفعك ما لحمناها أنت بتحبها يا إخوية أه احترها أنا لازم أعتلك لازم أعتلك أعوذ بالله لازم أعتلك أعوذ بالله مش أضرر شيئيه أعوذ بالله مش أضرر شيئيه إيه اللي بيجرالي ده إيه اللي بيجرالي ده مالك يا أميرة الأميرات مالك أنت كنت يا رسوين العاني اتكلم يا سرين مصيبة مصيبة يا رسوين المصايب كتير في مصيبة جديدة يا صار أتانا ما هو قتلها ورماها في بحر قذوين بحر قذوين إيه اللي ودهناك؟ هو بحر قذوين بحاله وحشته ورجاله جايين ورايا إيه ما فيش استقبال ولا اعتفال إيه على عشرين يا عمي الوزير اللي سأيالي راجع انت وبنتك لا أنا عايزها ولا عايزك رجع حاله زي ما كان لا نفع دوالنسيان ولا السمك الألوان ده ما يفق السحره إلا المنجمين ماذا؟ يحكم على العطارين والصحرين والمنجمين؟ لا أصبح لها إلا شروين مين اللي جرح قلبك يا سمين؟ اللي جرح قلبك يا سمين؟ مين اللي جرح قلبك يا سمين؟ مين؟ اللي جرح قلبك يا رامي عارفين اللي جرحنا و ظلمنا الزمن والناس سيكون عاية منسعدة أنا وياسمين ورمين عادينا هنا في الأصر هذه حكاية يا مولاي السلطان حكاية ولا في الخيال يا ذات الخال لا خال ولا عم ولا أب ولا أم ولا حبيب ولا زوج كذاب اللي يقول إنه روح صاحب ولا حبيب تراعى فين؟ عاوز مني إيه تاني؟ ما أنا حكيت لك لحكاية؟ أنا مش جاي أسمح حكايات وتسامر مع البنات عاوز مني إيه؟ عاوز أتأكد من حكايتك يلي ليك إسمين نرهان ونسمين ولا ما تتأكد؟ هتعمل لي إيه؟ مش بيقولوا إن جالك الشاكي وعينه مقلوعة وقال مظلوم أصبر لحد ما يحضر المتهوم يمكن يكونوا عنيه لتنين مقلوعين؟ هو لكم تشتكتلك؟ أنت سألتني الحكاية واجيني وقلت لك الحكاية وأنا قلت لك ما يجاي أسمع يا سلطان، وكلامي أوامر وأنا لخلفت أوامر ولا نواي وأمره لله، هو سألت يوم جاهد أنا عاوز أخذ لك حقك بس لازم أعرف الأول، الحقيقة وأول الحقيقة اسمه الحقيقة واسمك أما باقي الأسامي فهمت هقل عرفهم لكن اللي همني اسم اللي جرح خدك وكرمتك هو مين؟ اللي جرح خدي؟ ضفليتي عن ذكر ربي؟ عمنت بالله واللي جرح كرمتي ودبحني؟ تيبة قلبي؟ لا، قصد خيبة قلبي وقلت بختي هو، هو القلبي بيخيب أيها لما يزن الخاين الغطار القاسي الظالم ممكن يكون حبيب يخيب ويخيب ياه الظهر إنك لسه بتحبيه وقلبك طيب غلطان يا مولي السلطان استمعي نسمحك لكن دموعك بتقول غير اللي في قلبك دموع الأسف والنادم على العشرة والعشرة ما تهون غيره على اللي يخون مخاين العشرة اسمه ايه؟ مش ممكن أنطق وقولك اسمه أنا مش بسألك عالي ضربك وطردك أنا بسألك عالي غواكي وخلاك يتخوني العهد وتخرجي من بيتك ورقلك غايب أنا أنا بريئة بريئة؟ وتسيب الراجل غريب يلمس خطك؟ هو مين؟ اسمه ايه؟ ما عرفوش؟ سيدان يا مولي السلطان ما عرفوش؟ ما هي كتابة؟ والكتاب يستحق العقاب انت جمان بتتهمني يا مولي السلطان؟ أنا بريئة أحلف بربي بريئة أنا ناسي معرف الحقيقة يا وزير سمعت أمر مولي انت مش قلت انك شفتها قبل كده شفتها فين؟ ش ще ش ش ش رش ش ش Roger ش شيفتها فين يا بزوین، فين يا بزوين؟ وحاذكوب؟ ها افتكرت 해؟ ها ما هي دي يا مولاي اللي شفت عنها وحنا في السوق في هية التجار ووراها الشيال أبو العبر هاتول العطار والبصاص اللي اسمه زنهار والشيال أبو العبر وزوجته أمو العبر والأمير أسرين أمر مولاي استني يا وزير تروح بنفسك تدور على الأمير المسكين شيرين وده حلاقي فين يا مولاي ده كل يوم يطلع من الفجر ما حد بيعرف يروح فين ولول الحارس زنهار كان زمان اختفى اتصرف يا وزير وهاتو ولو كان في أغوار البحر الكبير أمر مولاي لا لا مش عاوز أشوفه مش عاوز أشوفه دلوقتي مش عاوز أتشوفيه بعد ما خدعتيه ومن عرشه نازلتيه وخلتيه صيات صعلوم محدش عارف مين الخادع ومين المخدوع والظالم والمطلوم دلوقتي تظهر الحقيقة وهعرف إذا كنت بريئة ولا خينة وعشيئة وهعرف مين عشيئك ربنا يعلم أني طهرة وغلبانة وبرية انت غلبان انت انت قلبت حال بلدين ومملكتين وخلتين هنا نفسي بين نارين النار هنا في أشورين وعرشها اللي بقى تحت رحمة الدجالين والصحارين والمرجمين والنار في بلدي في خزوين وبنتي اللي دخلت هنا عروصة سلطانة ورجعت مكسورة حزنانة يوم سبتي أنا يوم سبتي أنا كله على تماغل غلبانة الخيال يعمل لي شحط ويقول لي ورهان والسبب أنا أصحب الجه والسلطان يتخلقوا على العرش والسلطانة والسبب أنا السوق يعمر يبقوا هم السبب السوق يقرب يبقى أنا السبب الحكيم يغيب والطبيب يخيب والعطار الصحار يبقى طبيب والسبب أنا عريتي جودي يخرج من دارهم لعرف أخباره ولا أحواله يجيني مرسله أخرج منهوفة حيرانة الآن أسأل عليه يجرى للي جراله على الشارع والسبب أنا أحيانا يا يتيب أحيانا يا يتيب معنا صيادة بنت صياد بسيط فئير لكن كلام ما له معاني هي اللي رجعتني هنا تاني أمور كتير حاوزة تفسير وحاجات كتير محتاجة تغيير كله يتطبر يا أهل أشورين العبد في التفكير والرب في التبير سمحني يا مولايا السلطان أجيب شاهد أيام يثبت لك برأتي غير الشهود اللي عارفين حكايتك والزوج اللي معادة ليه خيامتك أنا بريئة والله بريئة سبتأني للوقت تظهر الحقيقة لنورحان أو لنسمين ولم ظهرتش طلب الشاهد أو الغير انت هنا يا جنهار أنا هنا ومش هنا أنا بحرصه من بعيد لبعيد روح هاتي قوله مولاك السلطان عايزك محاج أنا لا بقوله أنا بعيد أنا عندي أوامر أحرصه من بعيد لبعيد أنا اللي عمرتك يا بصاص لحد ما خليته عافى عنك وسمحك يا ريتو يا ريتو كان أتلك بدل ما ظلم البنت البريئة المسكينة وتامة روحين ده مولاك الأمير اللي كان حيبقى سلطان أصدك اللي كان حيبقى صياد لا بقى كده ولا بقى كده أبسل يا بولاي أبسل أبضنا على الخينة بنت الصياد اللي اسمها نسمين نسمين؟ أنا ما عرفش حد بالاسم ده ماهن اسمين؟ هي ذاتها حبيبتك أه أعصد عروستك نورهان قلتلك ما بعرفش حد بالاسم ده وما حدش ينت قدامي بالاسم ده حتى لو كانوا السلطان مانا تركتها في مجلس حمك السلطان تركتها فيين؟ مانا من يوم ما انت بطرتها وأنا بدور عليها لحد ما لقيتها وأبطت عليها ولقيتها فيين يا وزير؟ فهو السلطان دلوقتي بيستجوبها وإزاي تدخلوا القصة؟ وقيت عايشها مع مين؟ فكيت عايشة مع العطار عايشة مع العطار أنا لازم أقتله لازم أقتله يا رب يا رب اظهر برقات العطار علشان تظهر برقاتها يا رب تاني القصر المسهور ده أنا طبت وحرمت حليفت باج القصر وراه عرفتلي في القصر ده أنا شفت هنا ليلة دي ما كانتش شيلة شيلة؟ انت شفت من هنا شيلة؟ وقيتك تقيلة أو هتكون سرقتلك سريئة قدام يا شيادة عهد 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 قموا لقابر يا مولاي وجوزها الشيادة السامعة جوزك أبو العبابير مش قليل ده كبير تعالي يا راجل انت أمرتك تعرفوا ايه على الصبيق دي هتسأل محرمتش تسأل نسيت؟ نسيت الشرط المكتوب؟ من تدخل في مالك يعنيه؟ جاوب يا شياد تعرف ايه عن الصبيع ذات الخال؟ جرية عام بتسأل ليه عن الخال ولا العام؟ نارس كمان تسألني على خالتي شوات؟ انكت بيت؟ ده مولانا ملت؟ يقتل ويقتل يا أخويا ما ملت من الله؟ احنا جاييني يشيل شيلة؟ ولا عايز تعمل لنا هالليلة؟ 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 فاكر يا مولانا لهالليلة الليلة؟ الليلة؟ لما كنا فيها هيلة؟ لما شلوك هيلة بيها من يوميها لا شفتها ولا عرفتها؟ هوا انت جيت هنا قبل كده؟ انت يا ست انت بصي اللي هتحقي منها تعرفيها؟ شفتها؟ شفتها بدر العطار؟ يا أختيه؟ هو العطار لهضار؟ العطار؟ في أصل الأسرار؟ مش فاكرة؟ يوم صبتي ايه لشقة خدك شقة الأمر يا بنتي؟ أبو العبر أبو العبر شفت خد البنية مشقوق فاكر يا أبو العبر يوم ما جبتلي برقوق مشقوق وسقلتك مشقوق ليه؟ قلتلي ده شق الأمر؟ تتكلم يا ست لحبسك في التابوت التابوت؟ مولاي؟ ما تأخذها؟ دي عقلها على خدها على قدها؟ نعم ليه؟ هو انت فاكرني هبلة؟ ده أنا وعية وعقلة عن إذنك يا مولاي وهو لو ما كانش القمر يبقى انت يبقى انت اللي شقيت خدها شقيت خدها؟ والله ما تشوفتها؟ زنهار أيوة انت زنهار أيوة ست أنا زنهار في إيه؟ أيوة زنهار اللي خدت قاعد في الدار ليه له نهار؟ أيوة أنا شفتهم بعناية عينيه؟ كانت عليها وعينيها كانت عليه وبينما كان الملك الشرمين يستجوب الشهود الحاضرين ليتأكد من براءتها دخلت أم العبر تدلي بشهادتها لقد أثبتت تهمتها وقالت إن زنهار كان معها ليل نهار لعلها تقصد قصر العطار؟ لعلها رأتوا معها في الدار؟ أزبر ولا تتعجب حتى نسأل نسأل من غير أم العبر؟ نسأل من يعرف الخبر قبل أن ينتشر أقصد الضوء قبل الانتشار من تقصدين؟ أقصد ديك النهار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر